رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمين نيتنياهو ثلاث حكومات تسببت سياساته خلالها في تفجير انتفاضتين وابعد فرص الحل السياسي مع الفلسطينيين وشن عدوانين على قطاع غزة وكرس الاستيطان في الاراضي الفلسطينية واثر الى حد كبير على علاقات دولة الاحتلال الخارجية مع العالم الحكومة الاولى التي شكلها نيتنياهو في الثامن عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وستة وتسعين كانت السابعة والعشرين منذ قيام دولة الكيان الاسرائيلي واستمرت حتى السادس من تموز عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين الحكومة الثانية لنتنياهو كانت الثانية والثلاثين في اسرائيل واستمرت ما بين الحادي وثلاثين من اذار الفين وتسعة والثامن عشر من اذار الفين وثلاثة عشر فيما نصل إلى الحكومة الحالية والتي تعد الثالثة والثلاثين في تاريخ الاحتلال والثالثة التي يشكلها نيتنياهو وتم الإعلان عنها في الثامن عشر من آذار 2013 فيما ستبقى حتى تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات الحالية في تاريخ حكومات نيتنياهو الثلاثة لم يوقع سوى اتفاق سياسي واحد مع الفلسطينيين وكان ذلك في منتجع ويريفر الأمريكي حين وقع مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مذكرة تفاهم سياسية في 23 من تشرين أول عام 1998 خلال حكوماته الثلاث شن نيتنياهو عدوانين على غزة الأول في تشرين ثاني عام 2012 وهو الذي أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم عمود السحاب فيما كان الثاني ما بين شهرين تموز وآب من العام الماضي وأطلقت عليه قوات الاحتلال اسم الجرف الصامد العدوانين على قطاع غزة أوقع في الجانب الفلسطيني 2340 شهيدا وأكثر من 12 ألف مصاب بالإضافة إلى هدم وتدمير آلاف الأبنية والمنازل تسبب نيتنياهو بانتفاضتين الأولى التي أطلق عليها اسم انتفاضة النفق في العام 1996 في حكومته الأولى والثاني الدائرة حاليا في القدس والتي بدأت آثارها منذ اغتيال الإسرائيليين المتطرفين المتشددين للطفل المقدسي محمد أبو خدير حرقا في بلدة شعفات قرب القدس نيتنياهو في كل الحكومات التي شكلها هو نيتنياهو اليمين الايدولوجي المتطرف الذي يبحث عن إدارة الصراع مع الفلسطينيين والعرب دون حل لهذا الصراع حافظ أبو صبرة رؤيا